بعد أيام قليلة من توجه رئيس حزب الليكود بن يمين نتنياهو للرئيس الإسرائيلي يتسحك هيرتسوغ وإعلامه بتمكنه من تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة بدأ الشارع الإسرائيلي بالتحرك بمجموعة مظاهرات خرجت في عدة مناطق ضد فساد الشخص بن يمين نتنياهو والذي يواجه قضايا فساد ومحاكمة منذ سنوات وضد تطرف الحكومة الإسرائيلية القادمة التي يقوم عليها اليمين الصهيوني الاستيطاني من الصعب أن نتحدث عن نتنياهو مبادئ لأن المبدأ الأساسي الذي يسيره باتجاهه اليوم نتنياهو هو أن يتهرب ويتملص من المحكمة التي تدور في أروقات القضاء في إسرائيل ضد قضايا الفساد هذا هو المبدأ الأساسي في سبيل هذا المبدأ يدوس على كل شيء في الواقع وهذا يجعل من الإسرائيل دولة معرجاء تتصرف بطريقة تفتح فيها جبهات جديدة في المجتمع الإسرائيلي نفسه بمشاركة المئات من النشطاء من يساري ومركز الخارطة السياسية الإسرائيلية إضافة إلى شخصيات عسكرية سابقة خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة حيفا طالبت بعدم السماح بعودة حكم بن يمين نتنياهو كما آرب المتظاهرون عن رفضهم لنهج الحكومة المقبلة التي تعتمد بالأساس على العنصريين إتمار بنكفير واسموتريتش وأريدرع المحكوم بالسجن الفعلي بعد تورطه بقضايا فساد الخروج للشوارع هو أمر ضروري وحتمي أمام القوانين التي جاءت لتحتيت تغييرا جوهريا في اتجاه المزيد من التخلف والمزيد من العنصرية القوانين الجديدة التي يأتي بها نتنياهو نتيجة لتحالفاته مع هذه القوى الظلمية جاءت لكي تضرب أركانا أساسية في المجتمع الإسرائيلي ليس فقط لمزيد من العنصرية ولكن أيضا لتقويد أركان القيم الأساسية التي بنيت عليها في مجال الديمقراطية بقدر ما يمكن أن نتعدد عن ديمقراطية في هذا الشأن تخوف يشهده الشارع الإسرائيلي جراء سياسات الحكومة المقبلة خاصة تلك التي تهدد سلطة القضاء هذا ما أكده استطلاع للرأي نشرته الإذاعة الإسرائيلية الرسمية توكان بيّن أن 42% من الجمهور الإسرائيلي يعتقدون أنه في نهاية ولاية حكومة نتنياهو الجديدة سيكون الوضع في إسرائيل أسوأ مما هو عليه الآن أمير عباس تلفزيون فلسطين حيفا ترجمة نانسي قنقر